بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء الطلاب طلاب الصف الثاني المتوسط أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الحديث من الوحدة البعد عن مواضع الريب درسنا اليوم بعنوان التناجي من أهداف هذا الدرس عليك ابن الطالب أن تقرأ الحديث قراءة صحيحة وأن تعرف براو الحديث وأن تبين معاني الكلمات الجديدة ثم تستنتج بعضا من معاني الحديث وإرشاداته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه بمعنى إذا كنتم ثلاثة فلا يتحدث سرا اثنان دون الثالث حتى تختلطوا وتمتزجوا بين الناس فيختلط الثلاثة بغيرهم من أجل ذلك أنه يحزن الثالث ويدخل في قلبه الحزنة والكراهية من معاني هذا الحديث أولا لدينا كلمة يتناجه وكلمة تختلطوا بالناس ومن أجل أن يحزنه أما كلمة يتناجه بمعنى يتحدث سرا كلمة تختلطوا بالناس بمعنى تمتزجوا بهم فيختلط الثلاثة بغيرهم من أجل أن يحزنه لأن ذلك يؤذيه ويدخل الحزن في نفسه راوي الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي كناه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي عبد الرحمن كان رجلا نحيفا قصيرا فقد قال رسول الله عنه لا رجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد فقد أسلم بمكة قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وبقية الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يلبسه إياها إذا قام فإذا جلس أدخلها في ضراعه رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمك الله إنك غليم معلم كان حسن الصوت بالقرآن فقال النبي عنه من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد يقصد عبد الله بن مسعود وكان رضي الله عنه إذا هدأت العيون قام فسمع له دوي كداوي النحل مات رضي الله عنه بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32 من معاني هذا الحديث وإرشاداته أولا الإسلام دين شامل حرم إيذاء المسلم في دمه وبدنه وماله وعرضه وكذلك مشاعره وهذا يدل على عظم حرمة المسلم ومكانته عند الله ثانيا ينبغي عليك مراعاة شعور إخوانك المسلمين فتتجنب ما يثير الشك أو الريبة في نفوسهم ثالثا المحرم أن يتناجي اثنين إذا كان معهما ثالث أما لو كانوا أربعة فأكثر فتناجي اثنان دون البقية جائز كذلك يجوز أن يتناجي اثنان دون الثالث إذا أذن لهما في ذلك رابعا الشيطان يحرص على أن يوقع في نفس من استثنى من النجوة الأوهام والشكوك فعلى من وقع منه التناجي أن يعتذر من أخيه وأن يبين له ما كان منه من نجوة من التطبيقات السلوكية أبناء الطلاب التي عليك أن تسلكها في حياتك اليومية وهي إذا كنتم ثلاثة فتتجنب التناجي مع صاحبيك دون الثالث وذلك مراعاة لمشاعره وكذلك تتجنب التناجي بالغيبة والنميمة والإضرار بالآخرين بهذا أبناء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته